في رحاب آية قال تعالى وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٌ أي أعلم يا إبراهيم الناس بوجوب الحج عليهم وادعهم إليه وبين لدانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته يأتوك على مختلف أحوالهم مشاتا على أقدامهم وركبانا على كل خفيف اللحم من الإبل يواصلون السيرة ويقطعون المفاوز أوصولا إلى أشرف الأماكن وأطارها من كل مكان بعيد وقد فعل الخليل عليه السلام ثم من بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فدعو الناس إلى حج البيت الحرام وأبدأ في ذلك وأعاد ليحصل ما وعد الله به بإتيان الناس البيت رجالا أي مشاتا على أرجلهم وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها